بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في هذا الجزء الثاني على نيوتن لأنه قلنا جزء واحد ما كان بكفي حكينا في الجزء الأول عن أساسيات نيوتن وبدأنا بتطبيق قوانين نيوتن في سطح أملس أخذنا البكرات أخذنا جسمين ملتصقة بجانب بعض جسمين مجدودات في حبل إلى آخره وبعد أمامنا عدة أمثلة بدون احتكاك من الأمثلة المشهورة أنه بيكون عندي جسم كما ترون هنا مربوط بحبلين ومعلق والنظام كله ثابت في هذه الحالة بيحكي أنه أحسب مثلا في هذا السؤال المطلوب find tension one or tension two طبعا دايما بيطلب هو شد واحد في القانونين هذول في مثل هذه المسائل الآن لحل مثل هذا السؤال أو يجب أن نعرف ملاحظة في غاية الأهمية خليني أول شيء أوضحي لكم هذه الملاحظة ثم نعود إلى السؤال هناك نظرية مشهورة اللي هي نظرية الصين بتقول إذا كان في عندي نقطة وبيأثر عليها ثلاثة قوة F1 ويقابلها الزاوية ثيتا 1 و F2 ويقابلها الزاوية ثيتا 2 و F3 ويقابلها الزاوية ثيتا 3 فإن القوة الأولى F1 تقسيم صين الزاوية اللي قبالها يساوي F2 تقسيم صين الزاوية اللي قبالها صين ثيتا 2 يساوي F3 تقسيم صين الزاوية اللي قبالها طبعا إحنا عادة من أخذهم ثنتين ثنتين يعني من أخذ زي يك ثنتين بيكون كل شيء معلوم ما عدا أحدى الأف فعندها نجد بكل سهولة الآن دعونا نطبق هذه النظرية ببساطة على مسائل إنوتن مثل هذا السؤال طبعا أنا مجهول عندي T1 و T2 لو أردنا أن نحله بطريقة التحليل بدكتور سمحاور وتحلل وكوساين وصاين فإنه سيأخذ وقت طويل لكنني إذا كنت بعرف هذه القاعدة أستطيع حل السؤال بدقيقة واحدة فقط يرى لنبدأ الآن المعلومات في السؤال كما ترون عندي أنا هاي الزاوية تسعين وهاي الزاوية ثلاثين المطلوب بده Ht1 وأيضا Ht2 خلينا أول شيء نحدد لتحت عندي هون الوزن Mg اللي هي يعني خمسة بعشرة خمسين إنيوتن أوكي إيش الزاوية اللي قبل Mg هاتي الزاوية كم تساوي هاي الزاوية؟ أنا عندي Mg تقسيم الزاوية اللي قبلها ساين 150 يساوي أوكي بدي الآن T2 مثلا T2 تقسيم إيش الزاوية اللي قبلها هاي؟ 90 على ساين التسعين في سؤالي هات لاحظوا أنه كل إشي معلوم ما عدا T2 يرى Mg خمسة بعشرة خمسين على ساين المية وخمسين تساوي T2 على ساين التسعين واحد يرى بهذا الحقي ببسوها بقدر أطلع كم T2 إذن T2 تساوي 50 تقسيم ساين المية وخمسين ويساوي إذن طلعت T2 تساوي 100 نيوتن طيب في نفس السؤال لو كان طالب أحسب T1 أوكي نرجع للسؤال لاحظوا هاي عندي أنا T1 إيش الزاوية اللي قبل T1 هاي من هون لهون اللي هي عبارة عن 90 زائد 30 وتساوي 120 لأنه هاي 30 وهاي 90 فصارن كل يات اللي قبل T1 كل الزاوية اللي قبل T1 تساوي 120 أوكي ترجع تطبق نفس القانون MG تقسيم صاين الزاوية اللي قبل هاي 150 تساوي T1 تقسيم صاين الزاوية اللي قبل هاي 120 وابدأ بنفس السؤال وابدأ بنفس السؤال أنا عندي خمسين تقسيم صاين المية وخمسين تساوي T1 على صاين المية وعشرين كل شيء معي بطلع الجواب بكل بساطة طيب خلينا نشوف أسئلة أعمق قليلا أوكي لو نظرنا إلى هذا السؤال مثلا في هذا السؤال أنا عندي كما ترون هنا في إن فيغار شون T1 موجودة قاية لي تساوي 23 نيوتن و الماء ف و what is the mass الماس هاي هي المجهولة احسب الماس ومعطيني الزاوية الموجودة عندك في السؤال يلا خلينا نحدد القوة عندي لتحت في الام جي هاي عندي T1 خلص أنا مش بحاجة لتتتو أصلا القاعدة بتقول يلا ابدأ دائما من المطلوب المعلوم T1 تقسيم ساين الزاوية اللي قبالها سميها ثيتا 1 تساوي Mg تقسيم ساين الزاوية اللي قبالها سميها مثلا ثيتا 2 يلا كم هي الزاوية هاي كلياتها زي ما إحنا شايفين هون عندي أنا 30 و 50 إذن هاي الزاوية كلياتها 90 80 سوري 80 لأنها عبر عن 30 زائد 50 فصارت 80 أوكي طيب كم الزاوية هاي اللي يقبال T1 أنا عندي هذا T1 كم الزاوية اللي يقباله الخط المستقيم كلياته 180 طيب أنا هاي الزاوية عندي 50 50 نقص منها 180 نقص 50 كم بيضل عندي بعطيني 130 إذن هاي 130 إذن انتهى كل شي أنا عندي T1 تقسيم الزاوية اللي يقبالها صاين 130 تساوي الام جي اللي أم بعرفاش الجاذبية عشرة على صاين 80 كل إشماعي معداء الام يلا نكمل التوا موجود في السؤال 23 صاين 130 تساوي 0.766 تساوي الام ضرب عشرة على صاين 80 وتساوي 0.9 80 إذن في هاي المعادلة وسطين بطرفين بطلع بالآخر عندي الام تساوي 3 كيلو قرام تنم يلا نشوف سؤال آخر في هذا السؤال إن ذا فيقر اللي أمامكم بيقول لي إذا تنشن 1 34 وتنشن 2 24 إذن أنا عندي تنشن 1 هذا T1 موجود قاعد لي 34 وتنشن 2 هون يساوي 24 إيش المطلوب ما هي الكتلة أوكي بسيطة إذن لا تحت عندي MG وهاي عندي T2 وهي T1 تمام الآن نجي نطبق لحظة هون إنه هو في عندي زوايا مجهولة مش بس أرقام يعني في عندي مجهولين تمام ببدأ الأول أنا عندي T2 اللي شايفينها أمامكم وهيها وهي معلومة تقسيم صاين الزاوية اللي قبالها بدأ أسميها theta 2 هاي theta 2 تساوي الآن عندي هنا إذا هاي نعرفت تساوي T1 تقسيم صاين الزاوية اللي قبالها تمام أو لا تمام سميها theta 1 كم عندي أنا T2 T2 موجودة وينك يا T2 24 24 كم الزاوية اللي قبالها هاي بنعرف إحنا الخط المستقيم كله 180 نقصنا منه هاي الزاوية اللي هي 40 كم بيظل عندي إذن هاي الزاوية 140 إذن 24 على صاين 140 تساوي T2 هذه T2 كم T1 عندي موجودة في السؤال وينك يا T1 34 تقسيم الزاوية اللي قبالها أنا ما بعرفها على صاين theta 1 لحظوا في هاي المسألة أنا بقدر أطلع صاين theta 1 وبالتالي بقدر أطلع theta 1 إذا عرفت theta 1 بقدر أعرف الزاوية اللي فوق وبالتالي بقدر أطلع الامجه يلا إذن يساوي عندي 24 تقسيم صاين 140 يساوي أوكي هذا الرقم كل يات وطلع عندي 37.33 تساوي 34 على صاين theta 1 إذن ببساطة بقدر أقول صاين theta 1 تساوي 34 تقسيم الأنصر اللي هو اللي طلع معي فطلع عندي theta 1 أو بالأحرى صاين theta 1 تساوي 0.9 1 0 إذن بقدر أطلع theta 1 shift صاين shift صاين هذا الأنصر طلعت الزاوية عندي 65.6 إذن 65.6 أوكي إذن هاي الزاوية اللي هون طلعت 5 بالرغم أنه بالرسمة مرسومة بطريقة خاطئة يعني هنبيني كأنها كبيرة جدا لكن هي ليست أكثر من 65.6 تمام طيب طلعنا هذه الزاوية إذن كم هي الزاوية ما كدام كل الخط المستقيم كل الخط المستقيم 180 إذا حذفنا منه اللي هو الرقم اللي عندي 65.6 180 ناقص 65.6 طلعي الجواب عندي 114 إذن هاي الزاوية 114 تمام تمام الآن حسب هذا الكلام بما إنه طلع عندي الرسمة زي ما بذكركوا فيها الرسمة هيك الآن لتاحت عندي الامجي هاي الزاوية اللي هي صارت عبارة عن 40 إذا تذكروا بالرسمة هاي الرسمة الأصلية وأجاها 114 إذن صارت ثيتا هاي تساوي 40 و114 طلعت 154 تبعا إذن الآن بقدر أخذ أي واحد منهم الموجودات عندي طلعوا T1 معلومة و T2 معلومة وكل شيء موجود ما عدا فقط الامجي فلو أخذت مثلا T2 هاي T2 وقلت T2 تقسيم صاين الزاوية اللي قبالها الزاوية اللي قبال T2 إذا بتذكروا كانت 140 تساوي مجي تقسيم صاين الزاوية اللي قبالها كم الآن اكتشفنا الزاوية اللي قبالها الزاوية اللي قبالها اللي هي كانت 154 على صاين المية وخمسين 54 كل اشي معي T2 موجودة في السؤال كانت 24 على صاين المية واربعين تساوي الام بعرفاش الجاذبية عشرة تقسيم صاين المية وخمسين وخمسين بهذا السؤال إذن دايريكت اللي راح تطلع الام تساوي 3.6 كيلو جرام تمام إذن الفكرة بسيطة جدا جدا كل ما علي في مثل هذه المسائل إني أرتب أموري بمعنى أنه أنا عندي ثلاثة قوة وثلاثة زاوية ببدأ بالمعلومات إيش الموجود بالسؤال وببدأ أفوا على صاين الزاوية لقبالها أفتوا على صاين الزاوية لقبالها إذا الزاوية مجهولة بكون الأرقام معطعة وهكذا هذا يعتبر من أطول الأسئلة لأنه احتجنا إلى مرحلتين كان في السؤال في مجهولة أوكي الآن هيك تقريبا أنهينا كل ما يتعلق بموضوع الحبال نيجي اليوم نتكلم كمان عن المسائل المشهورة مسائل السطح المائل سأبدأ بالسؤال ثم أعود للسؤال اللي قبله في هذا السؤال في السطح المائل بحكي لي أبلوك أوف ماس 2.2 كيلو جرام اتحرك على سطح أملس لأسفل بزاوية تميل 30 المطلوب إيش الأكسلريشن في هذا السؤال بالبداية أنا خليني أوضح لكم شغلة بالسطح المائل قبل ما نبدأ بحل مثل هذا السؤال تخيلوا أنا عندي سطح مائل بهذا الشكل وهاي الزاوية ثيتا من المهم جدا جدا أن نعلم أنه في السطح المائل الوزن يكون لأسفل ولذلك الوزن يحلل لأن الحركة الآن ستكون باتجاه السطح المائل بهذا الشكل لذلك يجب تحليل الجسم الوزن يحلل دائما مع السطح المائل مجي صاين الزاوية زاوية الميلان وقبال عمودي قبال النورمال النورمال بهذا الشكل قباله راح يكون مجي كو صاين الزاوية إذن تذكروا مجي صاين مع السطح المائل اللي هي زاوية الميلان السطحة فقط هذا للوزن وهنا مجي كوصاين إقبال النورمال قد يقول شخص طبعا دائما إحنا كنا نقول اللي مع الزاوية هو كوصاين نعم لأنه انت لو تتطلح حون بهذا الشكل صار عندي مثلث هاي الزاوية ثيتا وهذا اللي كان الامجي فهذا مثلث الآن الزاوية الخارجية هاي تساوي الزاوية البعيدة لذلك هاي ثيتا هي نفسه ثيتا تحت الميلان لذلك من جهة الزاوية هاي راح يكون مجي كوصاين ولذلك هون راح يجي مجي صاين إذا خايف إنك تخربط احفظها حفظ الوزن يحلل دائما مع السطح المائل صاين ومقابل النورمل بيجي كوصاين تمام يلا في هذا السؤال عندي سطح مائل يعني إنكلاين سيرفس في الإنكلاين سيرفس المطلوب أحسب الأكسلريشن بنقول له بسيطة أول خطوة لازم نعملها اللي هو حدد القوة لتحت أنا عندي الامجي بتحلل بيجي امجي صاين لفوق نورمل هيك بيجي امجي كوصاين أوكي الآن بده التسارق الحركة بهذا الشكل لذلك بنطبق قانوني يوتن الثاني مجموع الفورس تساوي أم في إيه الأم 2.2 إيه 10 صاين الميلان 30 تساوي 2.2 ومن الكالكوليتر بنقدر نحسبها 2.2 ضرب 10 ضرب صاين يساوي قسمة 2.2 فالجواب راح يطلع عندي التسارع يساوي 5 متر بير سكن سكوير تمام طيب ناخذ نفس المثال لكن خلينا نسحب الجسم لفوق تحت تأثير قوة مقدارها 100 نيوتن إذن أنا عندي جسم كتلة 2 كيلو جرام الزاوية 25 سطح مائل في فورس بقدارها 100 نيوتن بتشده لفوق ما هو التسارع مرة أخرى أنا عندي الوزن لأسفل بحلله في عندي هون بيجي دائما الام جي صاين فوق النورمل اقباله بيجي الام جي كو صاين الآن بده الأكسلراشن نعم مجموع الفورس تساوي الماس في الأكسلراشن الماس عندي اثنين الأكسلراشن بدنا إياه تمام الآن لاحظ الحركة لوين لفوق إذن مين اللي مع المية حقول F مع مين اللي ضد الحركة بعيقها الام جي صاين لأنه سطح مائل ويساوي الام عنده مية ناقص صاين الخمسة وعشرين تو في اي نحاول نحل السؤال هاذ بطلع عندي مية ناقص عشرين صاين الخمسة وعشرين يساوي قسمة قسمة اثنين اللي هي الكتلة بطلع عندي إذن التسارع اي يساوي خمس واربعين فاصلة سبعة متر بير سكن سكوير من المسائل السهلة وكثير بتتكرر بالامتحانات انه معطيني جسم مش ماشي ثابت تماما مربوط بحبل على سطح مائل وهو ثابت وبطلب لي في هذا what is the tension معطيني الكتلة 10 كيلو جرام ايش التنشن وزي منتو شايفين مربوط بحبل نقول بسيطة بنحدد القوة لتحت انا عندي وزن م فبتحلل رح يجي هيك mg sine الزاوية هون mg cosine ولفوق رح يجي النورمل في حبل اذا في شد الان مجموع الفورس ايش بساوي صفر لانه لا يوجد حركة اوكي لو بديو تحرك لوين رح يمشي رح يمشي لتحت يعني mg sine الزاوية ناقص tension يساوي صفر ودتنش اللغاد يعني التنشن هي نفس رح تساوي mg sine بس نعوض الارقام المعشرة والجاذبية عشرة صار 100 sine الزاوية قال لي 30 تساوي tension اذا 100 sine 30 يعطيني الجواب 50 اذا التنشن يساوي 50 ن تمام الان احيانا ممكن يجي السؤال شوي مش صعب لكنه يعني يحتاج الى اكثر شغل حركة اكثر مثل هذا السؤال يلا في مثل هذا السؤال في عندي انا قوة F افقية هايها اثرت على الجسم بهذا الشكل وايضا هو الوزن وبالنهاية المطلوب what is the magnitude of acceleration بنقول له بسيطة انحدد القوة انا عندي لتحت ال Mg بتحلل بيجي عندي Mg sine وبيجي قبال النورمال Mg cosine الان هي قوة القوة هي داخله ما هيش Mg ولا اشي F والF مطا بالسؤال اذا ايش بعمل بمدها على استقامتها اذا مددت على استقامتها اذا لاحظوا هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية هو قايل هاي الزاوية 30 اذا هي نفس 30 فحتتتحلل من جهة الزاوية الF راح تكون F cosine 30 وهيك راح تكون F sine 30 احنا ما بيعنناش اللي قبال النورمال لانه مش طالب النورمال يلا لحساب الـ Acceleration بنقوله مجموع الفورس يساوي M في ايه الان انت معاك خيارين اما بتفترض انه هو ماشي لفوق اذا هو مش قايل لي Inclined by applied force as shown what is the magnitude of Acceleration او انت بتفترض انه هو بمشي لجحك مش فارقة انت حل السؤال ومن النتيجة هو لحاله ببين معك اذا طلعت تسارع سالب بيكون عكس مفترض انا بتفترض انه ماشي لفوق فمعناته راح اقول اللي مع ناقص اللي ضد يعني F cosine 30 لفوق ناقص M G sine 30 موجودة بالسؤال نعم 25 cosine 30 موجودة بحسبها من الحاسبة ناقص M G M الكتلة 3 في 10 30 sine 30 يساوي الكتلة 3 في اه يرى من الحاسبة بنحسب هذا الامور بطلع عندي 25 cosine 30 ناقص 30 اللي هي الام G sine 30 يساوي قسمة 3 طلع عندي التسارع يساوي 2.2 وطلع موجب يعني صحيح الحركة لفوق إذن الجواز هيا تمام إذن مثل هذا السؤال لا انخربطنا إنه أنا بقول لواحد ليش حللتون الاف كوسين هاي اف ما هيش ام G الام G فقط اللي بيكون ما استطح دائما M G sine وقبال النورمال M G cosine أما أي قوة أخرى لا بلتزم بالزاوية الموجودة مع الزاوية اللي من جهة الزاوية بأخذ cosine طيب طيب شوفوا لها السؤال الجميل جدا بقول في هذا السؤال عندي أثرت قوة F على هذا الجسم من هذا الاتجاه و 25 نيوتن سميها مثلا F2 بهذا الاتجاه المطلوب طبعا واحد راح يدز الثاني المطلوب أيش الفورسز اكسرت باي بلوك 2 ون بلوك 1 أو بلوك 1 ان بلوك 2 ذا سيم أيش القوة البينية بينهما بنقوله بسيطة أول حاجة لما تشوف جسم أو جسمين أو ثلاث أو عشرة ملتسقات ببعض في البداية احسب التسارع اعتبرهم جسما واحدا أول اشي اعتبرهم جسما واحدا ويحسب التسارع يلا مجموعة الفورس تساوي M1 زائد M2 في الأكسل الان بتقول القوة الكبيرة نقص القوة الصغيرة الأف هاي أنا عندي خمسة والأف هاي خمسة وعشرين الأف هاي بتدس بهذا الشكل خمسة وعشرين والأخرى بتدس خمسة كيلو خمسة نيوتن بهذا الشكل إذن من اللي مع الخمسة وعشرين ناقص الخمسة لأنه هاي الأف خمسة تساوي مجموعة الكتلتين وحدة وحدة M وحدة 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 ثلاث إذن اثنين زائد ثلاثة في الأكسل مضبوط مكتوب عليهم اثنين كيلوغرام اثنين بوينت كيلوغرام ثلاثة بوينت كيلوغرام هاي مش ثلاثين اثنين بوينت ثلاثة بوينت إذن نطلع عندي الجواب خمسة وهون خمسة وعشرين ناقص خمسة عندي عشرين إذن معناته التسارع عشرين على خمسة أربعة متر بير سكند سكورد هو ما بده الأكسلراشن سوري ما بده الأكسلراشن هو بده التنشن أو ما يسمى القوة البينية اكسرسيد فورس أوكي الخطوة الثانية خذ جسماً واحداً لو أجينا أخذنا مثلاً أي جسم بالدكية منهم مثلاً واخذنا هذا الجسم اثنين كيلوغرام بيأثر عليه بهذا الشكل خمسة وعشرين وبيأثر عليه بهذا الشكل اللي هي القوة ون على تو هذا بدز هذا بقوة مجهولة وهذا برد عليه بنفس القوة لذلك بظلوا ملتسقين إذا فكتهم عن بعض فهذا الجسم بندز بهيك بخمسة وعشرين وبندز بالاتجاه الثاني بما يؤثر عليه هذا الجسم سميناها أف وان تو إذن بنقول مجموع الفورس تساوي بس كتلته إذا سميناها أم وان في إيه أم وان مكتوب عليه اتنين وتسارع نفسه أربعة نفسه تسارع الجسم الآخر نيجي هون إيش مجموع الفورس خمسة وعشرين ناقص الأف المجهولة اللي هي أف وان تو سميناها تمام يلا الآن في هاي القصة مين المجهولة الوحيد فقط أف وان تو إذن رح يصير عندي ودي هاي لهون وجيب هذول لهون بطلع خمسة وعشرين ماينس ثمانية يساوي سبعة عشر إذن القوة أف وان تو تساوي سبعة عشر نيوتن واحد بقول لا أنا بدأخذ الجسم هات الأولاني هذا الجسم اللي من الجهاي أوكي نفس الكلام سيطلع نفس الجواب بتقول أف بهذا الاتجاه وأف تو على وان بهذا الاتجاه وراح يصير توصل لنفس الجواب تماما أوكي إذن يعني هناك مسائل كثيرة ممكن إنه ناقشها لكن الآن أنا خليني أروح على المصاعد من المسائل المشهورة جدا جدا المصاعد المصاعد في غاية الأهمية وهي من أبسط المسائل إذا فيمناها شكل صح يلا نأخذ المسألة رقم واحد بقول عنده تسعين كيلو جرام مان موجود بإليفيتور داخل المصعد هاي المصعد وفي عندي جواته رجل كتلته تسعين كيلو جرام موفينج ود كونسطن تسبيت إذن موفينج أب لفوق بمشي بسرعة ثابتة إذا قلنا كونسطن تسبيت شو يعني التسارع صفر بس تشوف وين بأي سؤال كونسطن تسبيت خلص حط التسارع صفر سرعة ثابتة أوكي في عندي لتحت أم جي طبعا في لفوق النورمل المطلوب فاين من أرضية المصعد على الجسم يعني هي صيغة جديدة لكلمة فاين النورمل نفس المعنى أرضية المصعد تؤثر على الشخص جواة المصعد بالنورمل بنقوله بسيطة مجموعة الفورس كم تساوي أم في إيه يعني صفر أوكي هو لوين بتحرك لفوق بدأتقول أن اللي هي مع اتجاه الحركة ناقص الوزن يساوي صفر يعني النورمل يساوي الأم جي لأنه يمشي بسرعة ثابتة إذن النورمل اللي هي الأم موجود عندي تسعين ضرب عشرة إذن تسعمية نيوتن طيب سؤال لو أجينا نفس المصعد لكن خلينا موفينج أب لكن وذ أكسلريشن إذن رجعنا للمصعد نفسه جبنا رجل جواته كان كتلته سبعين كيلو جرام خلينا يمشي أب هذا المصعد يمشي أب بأكسلريشن مقداره اثنين متر بير سكند سكور what is ما هو الاكسلريشن أو النورمل إذن نحدد القوة لتحت عندي الام جي لفوق اللي هي الاكسلريشن النورمل يلا طبق القاعدة مجموع الفورس تساوي ام في ايه كتلة الراجل بالسؤال سبعين التسارع معطى اثنين الآن لوين هو ماشي لفوق مين اللي معه الآن الحركة النورمل النورمل ناقص الام جي دايما اللي مع الحركة ناقص اللي ضد الحركة الآن النورمل احنا بدنا إياه ناقص الوزن سبعين بعشرة سبعمية يساوي سبعين في اثنين مي واربعين ودي هاي لجهة الام ready إذن النورمل رح يساوي سبعمية زائد مي واربعين إذن طلع عندي ثمانمية واربعين بالمناسبة لو كان فيه تحت إجرى كوينتز في المصعد ميزان سيقرأ هذا الرقم ولن يقرأ وزنك الحقيقي لذلك أي شخص بيكون راكب في مصعد إذا كان المصعد طالع إلى أعلى سيشعر بأن الوزن ازداد وهاي تسمى الابيرانس ويت أو الاكسيرتد فورس أو النورمال كلها نفس المعنى طيب نعيد نفس المسألة بس خلي المصعد ينزل لتحت بيرسون نفس سبعين كيلوغرام في مصعد لكنه إيش الآن بمشي لتحت داون إيش هيصير أنا هذا عندي المصعد وهذا الراجل جواته وبينزل لتحت بأكسيرتد قلنا نفس الأكسيرتد أخذناه اثنين لتحت شو راح يكون عندي الأم جي لفوق إيش راح يكون النورمال مطلوب أحسب النورمال اللي هو الاكسيرتد فورس نقوله مجموع الفورس تساوي أم في إيه الأم سبعين والتسارح هو حاكي لاثنين اثنين هايو الآن لوين الحركة؟ لأسفل فبدأت تقول مع الحركة ناقص لضد الحركة مين اللي مع الحركة الآن؟ الوزن ناقص لضد الحركة النورمال الوزن عندي سبعين بعشرة سبعمية ناقص النورمال يساوي سبعين باثنين مئة واربعين بتروح النورمال هون وبيجي الوزن هون فالمئة واربعين فبطلع سبعمية ناقص مئة واربعين بطلع الجواب عندي خمسمية وستين نيوتن لاحظوا إنه ناقص الوزن لذلك لو أجاني سؤال الوزن الظاهري اللي هي نفسه الوزن متى بيكون ماكسيمم؟ إذا كان المصعد موفين لفوق ولا موفين لتحت إذن الجواب لما يكون بمشي لأحلام تمام؟ طيب من أيضا المسائل الجميلة في موضوع المصعد إنه لو أجينا جبنا خمسة كيلو جرام في هذا السؤال Object suspended علقة في سكف المصعد يعني أنا هذا عندي المصعد أجيت علقت بسكفه من فوقه بحبل جسم وهذا الجسم كتلته M مقدارها خمسة كيلو جرام أوكي والإليفيرتور موفينج خلينا يمشي الفيرتور داون ماشي لأسفل بتسارع 2.6 What is the tension ما هو التنشن في الحبل نفس القصة بدك تطبق نفس الأسلوب يلا حدد القوة شوفي بالحبل tension إيش في لتحت الMG مضبوط يلا طبق مجموع الفورص تساوي M في A أوكي الM موجودة عندي خمسة الأكسل موجودة في السؤال 2.6 مجموع الفورص الآن هو نازل لأسفل بهذا الشكل يعني مع ناقص اللي ضد مين اللي مع الMG مين اللي ضد tension أوكي يلا إذن كونه نازل لأسفل فالMG ناقص التنشن الMG عندي وينك يا أم خمسة بعشرة خمسين ناقص الت تساوي خمسة في 2.6 طلع 13 تماما إذن إيش الت رح يساوي ودي الت للاتجاه الثاني بيطلع خمسين ناقص 13 تساوي ت إذن ت تساوي 37 نيوتن تمام هيك بنكون تقريبا مرينا على أغلب مسائل نيوتن في حالة سطح أملس بدون احتكاك أو حبال أو بكراك أو مصعد أو سطح مائل إن شاء الله الجزء الثالث سنتكلم عن نيوتن with friction يعني سنعيد كثير من هاي المسائل لكن باعتبار الاحتكاك نتمنى لكم التوفيق السلام عليكم